الآن نحن مع هذه الصور على ما يبدو لبعض المواطنين الأوكرانيين وهم يتفقدون بعض المباني السكنية التي تعرضت ربما لقصوى ربما هذا هو المبنى المكون من تسعة طوابق والذي أيضا تعرض على ما يبدو ارتطم به جسم طائر كان حديث عن طائرة روسية تم إسقاطها من قبل الدفاعات الأوكرانية وبعد ذلك كان هناك مصادر تتحدث عن أنها كانت طائرة أوكرانية على كل حال ليس هناك تأكيد أو معلومات أكيدة حول ما الذي جرى بالضبط ولكن طبعا هذا أحدث ضررا كبيرا انهيار أربع طبقات من هذا المبنى المكون من تسع طبقات هو مبنى سكني وبالتالي كان هناك إصابات وضحايا من بين المدنيين نرى إذن المواطنين يصورون يلتقطون الصور والفيديوهات للأضرار الواضحة التي أصابت هذا المبنى